السلام عليكم ان شاء الله ربي تكونوا بصحة جيدة كما تشوفوا هنا رجعت لكم بوصفة تونسية تقليدية اللي هي طاجين اللوبيا انا اللي هنا عملتوا عالطريقة لتعمل فيها مماتي ربي يفضلها ويتاول في عمرها يجيكم الطاجين مروب ابنين مششيح ومكونات سهلة برشة ابنين برشة اعزائي متنساوش لو كانت عجبكم القناة تشتركوا وتفعلوا الجرس بطبيعة بيش تتواصلوا مع بقية الفيديوهات كما تشوفوا هنا انا في وعاء حتيت شوية زيت مش برشة كما تشوفوا هنا اربعة كاس زيت حتيت على نار هادية بطبيعة والهنا حتيت علي عندي نصف بصلة قصيتها جيدة كما تشوفوا لاني نحب هالذوب لي في السوس اذا كانت تحبوا البصل يبقى خشين لازم تخلوه معني تقصوها خشين كما تشوفوا الهنا وقت يتقلى شوية البصل نزيد عليه الجيج متاعي الهنا عندي مية وخمسين ولا ميتين جرام يعني انتو ما ولي عندكم تنجمو حتى تقصوا جيج من فخض مثلا وإلى مصدر مش مشكلة انا الهنا عملته بالاسكالوب كما تشوفوا نقليه بتبيعة على نار هاي دي هاكما تشوفوا وقت يبيض الجيج متاعي انا الهنا نحط نصف مغرفة تماطم معجونة ولهنا نصف مغرفة كبيرة ملح شوية فلفل احمر ملعقة صغيرة كركم وبتبيعة الراهو اطاجين يجي واقف على الملح متاع وذيك عليش حطيت بزايد ملح شوية جيكم السوس ملح شوية لاني بعد بش نزيد البيض بطبيعتي الهنا نحرك شوية مع بعضهم بالطبيعة الهنا مزلت مزلتش الماء ولانو النار ميش قوية برشا يعني ما نخافش منو الهنا عندي اللوبيا انا سمتها ديجا في الماء كيما تشوفوا الهنا تريع لاني مهيش معناها بش نطيب بها مرقة لاني ميش برشا وقت نزيد عليه شوية ماء هاكم تشوفوا يعني مش نعبيش برشا عملت مقدار كيسو نص كبير متاع ماء كيما تشوفوا حطيت عليهم الثوم بطبيعة هاكم تشوفوا ونخليها ونخليها تطيب في عقلها للي تخطير السوس متاعي هاكم تشوفوا كيفية تكون وريحتها بنينا برشا انا الهنا عندي نصف قصيتها اغسلتها بالطبيعة كيما تشوفوا تحطوها لليهنا سوس ولا تختوخ متاع الطجين نراه برد خاطرني بش حط عليه العظم ولا البيض اذا كان بش نحطو سخون بش يتيب لي البيض انا الهنا خذيت اربعة وابع جبن مثلثات راني منستعملش جبن المرحي وقال المبشور في الطجين جربوه بالجبن المثلثات راو يعطي بنا برشا ويجيكم طري اضافة البيض اضافة البيض 1 مغارف الخبز الروح اضافة المكسر يحرق المكسر نضيف زيت 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 نحبه يبدأ خفيف أعلى 180 درجة تقصه تشمه الريحة بنين برشة 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 ترجين الحمر هاكم تشوفوا المطعم ان شاء الله ربي الوصفة عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته